اشتركوا في القناة 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 او الخوف من مواجهة المشاكل اللي بتقابلهم وده كله محتاج زي ما بقول لحداتك انه محدش يقدر يعترض على الحاجة الصحة يعني لو هم عملوا الصح محدش هيقدر يقولهم بتعملوا ايه دون انه هم يرهقوا نفسهم في تفكير في حلول يوقعوا نفسهم في مشاكل معينة ثم يدوروا على الحلول اعمل الواجب المفروض عليك وخلاص يعني مثلا القصة الشهيرة بتاعت الاتحاد الافريقي والجواب وكلام اللي كان جاي للنادي الاهل او كان مفروض يعرض اللي هو الواجب لتنظيم تنظيم اللي في الدرج اللي في الدرج هل دي محتاجة اي عبقرية يعني ده اجراء روتيني يعني ده المفروض انه هو اجراء روتيني اه كون بقى حد يفكر انه هو يعني يتجاوز عن اتخاذ الخطوة دي ده في حد ذاته اكيد بيبقى مش في مش في الاطار السليم يعني نعم بس ده اجمال لانه انها غير كده من ناحية الاخلقية وما كلهم ناس طيبين جدا يعني لازم زي ما بدأت اختمها خضر يا سيد الحال نا طبعا انه هو انت الحاج بتتكلم بصفة عامة ولا على المجلس الحالي فقط لا المجلس الحالي بس بصفة عامة اه بصفة عامة هو طبعا كون مسر هو اتحاد الكورة اصلا هو ده رئيس يعني اعتبر المسمى بتاعه ده رئيس جمهورية الكورة يعني المسؤول عن كل حاج وعن كل المسابعات لكن انا شاف ان المجلس الحالي هو مجلس طوارئ او استثنائي يعني جاي في الظروف صعبة جدا وفترة من الفترات الصعبة جدا على الكرة القدم مصرية مع كامل احترام الكود الاسماء والشخصيات الموجودة فيه هما الناس يعني المفروض يكون عنديهم يعني يعني زراحة هديدية اصلا في مواجهة يعني حماية اللعبة ويمكن الكلام ده وهنا طرحنا وقلنا قبل كده لما تعرضت حتى شكل اللعبة في فترة اللي جان المهنس احمد مجاهد او غيره او غيره وتم التشكيك في اللعبة وشرعية الدوري ودوري ده جيبوتي الدوري بتاعها احسن غير ما شفنا الايام جات عنينا جيبوتي غلبتنا يعني عملت معنا مفاجأة من المفاجآت فانت فانت النهاردة انا شايف كرجل كمتابع انه الهدف الاساسي هو انت ازاي تنجح اللعبة عندك صح الدوري رحل الربطة ودي يعني نقلة تأخرت كتير لكن نقلة كويسة جدا محتاجت ازاي تطور التحكيم وتحمي التحكيم يعني ايه يعني احنا عندنا تزامن ازمة مباراتين زمالكو الماولين وفاركو المصري مع حدث مبارات ليفربول وتوتنهام في انجلترا وشفنا القرارات المواقبة ما شفناش بيان مثلا صادر مثلا من ليفربول بيقول فيه ان الحكم واللي هو بينتمي للمنافس الاخر ولغاله هدف وحسب له مش عارف مين لا يجرؤ احد يقول الكلام ده لانه هناك قواعد ثابتة جدا وكل واحد عارف حدوده مدرش تخطاها انت هنا تركت التعريد الحكم التعريد بالحكم وسمعته فاق الحدود امر امور وصلة الى مرحلة التهديد وامور يعني غريبة جدا انا اللي بتمنع حاجة واحدة فيه دايحة واضحة جدا تحمي الحكم من مثل هذه الحملات حتى لو ان الحكم اخطأ ويطبق هذا الكلام على ايه على الكبير قبل الصغير اذا ما طبقش الكلام ده بانتا كده سايب المسألة وكل واحد يجول ويقول بما يعني ازول لك امر في غاية الخطورة ثانيا دورك كالتحاد كورة انا شايف تطوير اللعبة في تطوير اللعبة على المستوى القاعدة انا شايف لا ما فيش دهور يعني المستوى ومستوى المنتخبات الناشئين في فترات اللي فاتت لها القاعدة الاساسية الأداء زي ما احنا شوفنا والمستويات عامنا ازاي وفي ظل التحاد الكورة افتاركو احنا لما نيجي نقايم كابتن اسلام ونشوف عدد مرسل اللعبة في مصر اللي عدد سكانها مية وقمسة مليون هيبقى رقم مرعب يعني دور العدد سكانها ما تعدش تلتمية وربعمائة ألف مسجلين في التحاد الكورة انو التحاد الكورة ظلم نفسه وظلمنا معاه في حالة الارتباك الواضح لانو لابد يكون عندك لويحك القوية جدا اللي تحمي المشهد لما يحصل حاجة زي دي احنا شوفناها في الدورة يعني ايه ما فيش حد يخرج عن النص وانا من هنا انا اتمنى ان يبقى فيه قرار في الغاء الاستوديوهات الخاصة بالحكام لان الذين يحللون اخطأوا وارتكبوا كوارث ايدا عندما كانوا يملكونا صفارة الملعب يقولهم اخطاء كارثية كل واحد بيقعد ينتقد وقعد في التكييف فيه مرعب في التخاص القرار يعني عاوز اقولك ايه الناس اللي علمونا الكورة زي ما بيقولوا الانجليز عندهم اخطاء ممكن النهاردة لو شفت الحوار اللي اتنزل بين الحكم وابتاع الفار وفرتهب في اخر كمرة بقول له ايه انت راضي عن قرارك قال له انا راضي عن قراري فالنهاردة انا طبعا فالنهاربول هدخل في الموضوع مطالب التحييق والكلام فلا انا عايز اقول لك ايه انك انت ماشي في جزئية تحمل لعبة تحمل تحكيم بتاعك لو انت عاوز حكام متجايب واحد اجنابي بتدي له مليون جنيه في العلق اصلا رجل تحديدا لو جدا نتكلم عن الحكام يعني عامل شكل جيد خارج الملعب لكن في الملعب انا حتى لقلم اجد اي ما انا بقى كلم وانا بقى قودك هو بدالين نكيتين نهاردة استبعاد اربعة خمس ستة رسبوا في اختبارات كوبر يعني عاوز اقول لك ايه يعني فيه مرحلة جزئية مسببات الناشئين والتسنين واللعب فيها وانت ايه هدفك يعني ما هو الهدف يا كابتل اسلام برضو انا عاوز افهم يضطع يقول لي انا عاوز اعمل حاجة احنا قلنا هنا ونعيد نفس الكلام يعمل حاجة واحدة تعرف لو طورت منظمة التحكيم بس وانت نجحت في حاجة واحدة انا اللي عملت دوري المحترفية ما خلاص دوري المحترفين هنشوف دولئات النتائج وهنشوف هيبقى هيبصلنا لفين احنا يتمنى النجاح مش بنتمنى للناس الفشل احنا بنقول ان الناس بتجتهد وبأمانة شديدة فيه مناس محترمين جدا وفيه مناس فاهمين لكن هي الظروف والاجواء صعبة لكن انا عايز اقول الكل تفرغ لبرامجه الكل تفرغ وقعد على شاشته الكل تفرغ مفيش حاجة اسمه حد انت بيشتغل على تضيع الورق يعني ايه لو افكرك النهضة اللي حصلت وخادت فيها الكرة المصرية ترت بطلات امام افريقيا سبقها شغل ايه قطاعات اتعمل من سنين طلعت انت عشان تطلع ناشئ دلوقتي هتحتاج خمس ست سنين عشان تربيه وتعلمه وتحفظه الكرة ويعرف فيه باص انت النهاردة خلاص الدنيا ما عادش فيها ادفع عشان تلعب فالأمر اللي تحضر الكرة اذا لم يكن قال لك هنعمل دورة الاكاديمات فين دورة الاكاديمات فين الاهتمام برعاية الاكاديمات ومن الاكاديمات بتعمل شغل صح وبتدرب صح ومدربين صح هاتلي لعب كرة مع كامل احترامي بطل كرة النهاردة يبقى مدرب ثاني يوم قول له اعمل وحدة تدريبية نفسلي عام واحدة بعد شوفك انك انت صوعبته قال لا المسألة قابت الاتحاد الكرة هو الأب الشرعي للكرة فالمفروض يبقى مسؤول عن ايه عن بص عن لعبتها مدربينها حكامها اداريينها كل حاجة كل المنظومة فانا شايف انه ممكن نعمل حاجة احسن من كده لكن على ما يبدو انه بقى مانا شيف حاجة يزعل الناس متفرغة لحاجات تانية وفرصة خلينا نلخص احنا بكرة وبعد ونمشي مش هننجي تاني فخلص حقق وتحقق اكبر قدر من تواجدك في اللحظة دي وانا اسف ان انا اقول الكلام ده مش شايف حاجة على الوضع الرسمي بص على مسابقاتك كلها وهنبص على الدور الدرجة التانية كمان بعد اللي حصل دلوقات والتغيير هنشوف الشغل تحت عبدالزق ما هو انه دلوقات انت هيبقى التحكيم عامي لاي هل هتبص هتسيب ولا هتعمل ايه فلانا حسنا كابتا بقى مانا شئ الكرة القدنة المصرية مظلومة في الوضع الحقيق حقيق وعلى الاساس جمال العالم طلبنا منطلب منه حاجة واحدة بس نفسك نفسك قبل بداية المصب تكون لك اللايحة اللايحة واحدة بس قوية جدا في تتبقى العقوبات على من يخرج عمص ضد تجاه التحكيم لكن الان انه تشوف المنظر ينزل مترجم يحاول يعتدد على الحكم وتاني يوم تقول اربع مبرايات توقف اربع مبرايات ايه اربع مبرايات ايه التصرف ايه الرادع فين الرادع لاعيب مدرب وقفت ببتشين تاني يوم اللي قافل ملعب اه فاللي عاوز اقوله لك لا لا داعي اه للكل بمكيلين لا داعي انك انت يتاخد قرار ان يتم احترام القانون يا ما تمش احترام القانون خلاص كل بقى اللي كل واحد عنده بقى قوته يستخدمها ويستعملها ويعمل اللي هو عايزه احنا مش في الشارع احنا دكورة قدم ده صناعة ده من الصرف عالي على الورد الواقع بقى وصاب حماس وقوة ورجع الجمهور وقدم افكارك واشتغل طور نفسك ماهده برضو هيفيدك ويحطك لما تيجي الناس تعتولك لا التحادة كول عامل من هذا الشيء لا التحادة كول والربطة عاملين حاجة كويسة جدا نسادي مختلفة لا اشوف ادى الحكام عاملين ايه لا الوضع مختلف لا مطورين وعملين شغل لا في ماشي لانه الاخطاء لا يوجد شيء من هذا انا بكلمك الاخطاء اللي انت انتهي الاخطاء جزء اساسي من كرة الخدم القصارة والمتعة والكلام ده مش هتبطل يا جماعة ومش هنخلص بأمانة شديدة انا شايف ان احنا نستحق نكون في مكان احسن من كده ها بشوية جهد بشوية تعرق بشوية تفكير مش بشوية لجان وتفكير لا قرارات وتطبق تطبق من فوق لتحت مش من تحت الفوق من فوق لتحت فيبقى الوضع ايه مختلف لكن انت واي حاجة يا سيد الحمود اي عمل ناجح بيبتدي مش بالقرارات على طول الاول يبقى فيه رؤية صحيح يعني اول حاجة عشان تعمل عمل ناجح في اي مجال يبقى عندك رؤية مثلا انت عايز تعمل دوري المحترفين يبقى لازم وانت بتعمل دوري المحترفين بتفكر في الدوري الاكبر هل هو عدد الاندية في الدوري الممتاز هل ده مناسب حاليا ولا محتاجي ايه واخد بالك وتدرسه شوف انت ايه انت رجعتنا ايه على ايام مجلس المنزل سانة بوريدة اللي كان واخد قرار انه الدوري بقى عشرين وبعد كده هيبقى تمنتاشر فبقى تمنتاشر وكان بعديها الكلام اللي هو الاتفاق كان بعديها تمنتاشر هيبقى ستتاشر ايوه ماشي خلاص وتدريجيا عشان كده انا بقول لك ايه انا بقول انه لازم يبقى انت عندك رؤية كاملة متكاملة يعني احنا مش ضد دوري المحترفين اللي هو القزم التالي على فكرة ده كان موجود في بداية الالفية لو تفتكر تفتكر اتعمل مرة ايوه ايوه وقتها كانوا على فكرة كانت اندية شعبية وكان عدد الاندية اندية شعبية كانت بضبط الرقم واحد وكان عدد الاندية في الدوري الممتاز قليل ها وتحتيق دوري المحترفين صح لو كان ايامها الف وبه دوري ممتاز الف ودوري ممتاز به اعتقد ده في بداية الالفنات الالفنات كان معمول وكان ماشي بنجاح جدا وماكملش لأسباب برضو انتخابية صحيح يعني الفكرة يعني اللي انا عايز اقولها برضو وبتفق فيها مع بستد محمود انه لازم يبقى عندك رؤية كاملة وشاملة صح صح عايز تعمل كذا في الكورة كويس مايهمكش بقى تسميات يعني مايبقاش كل الخلاف انت عايز الاندية اللي نزلت درجة تالتة تعتبر ايه ديت بمجرد ان انت قلت لهم لا انتوا في الدرجة في الدرجة التانية تانية به اه يعني بدل معاملة انت دوري ممتاز وده لا انت قلت ايه الدوري الممتاز ده الواحده وبعدين دوري المحترفين دوري المحترفين لا دوري القسم التاني ألف واللي بعديه به دوري القسم التاني به فيبقى هو كده انت بساط الزبون طبعا ده ما ينفعش يعني انت مش بتعمل عشان تراضي حد انت لازم يبقى عندك تصور وهذا التصور يطرح على الجمعية العمومية باقناع واقتناع وشرح وافي ثم تبدأ التنفيذ خلال بقى ايه ما اقولش ابتدي السنة دي او ابتدي مثلا السنة الجاية حيبقى حينزل من الدوري الممتاز كازا نادي ويصعد يعني اقل اكتر شوية بحيث تقلل عدد اندية الدوري الممتاز وزي المزنى الشديد لما جوم يحددوا الاندية اللي هتصعد خدوا ناس هتبقى من الدرجة التالتة مباشرة ممكن تطلع دوري ممتاز هلعب مباراة فصلة مع التالت هلعب مباراة فصلة مع التالت يعني هيطلع اتنين والتالت دورة ربعية يعني التالت هيبقى دورة ممكن واحد من الدرجة التالتة يطلع هل ده هو الفكر اللي انت عايز تطبقه هو ده فكر انتخابي لمرعط الشكل ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى بس ده المدة موسم واحد بعد كده هيرجع يطبق التالت يطلع ارجع بقى انت مع بداية مع نهاية هذا الموسم حتى اعمل تصور يعني الفرص لا لا تنتهي الفرصة قائمة في نهاية هذا الموسم اعودوا مع بعض لا هو نهاية هذا الموسم خلاص هم متفقين هتعمل ايه في الدورة الممتازة هيفضل زي ما هو نعم خلاص مش غير دون ممتاز خلاص دون ممتاز انا بصراحة برضو كنت معلو استاذ جمال في انه هو انا اتمنى ان الدولة الممتازة حتى اصب مش حقولك 14 ل 16 فريق مثلا مثلا انا انت النهاردة المجمل يا كابتل خمس اندية شعبية في مواجهة 13 نادي مؤسساته بتاع المشهد اللي انت شايفه مشهد مرعب على فكرة يعني اعتبر البلدية برضو مشهد مرعب على فكرة ومشهد يحتاج فعلا تفكير وتفكير من الدولة كمان قبل اتحاد الكورة يعني كنت اتمنى انه الدور المحترفين يكون هو الدور الشعبي يعني الشعب لكن اللي غالبية كلهم ما اندهت لو عديتهم ما تلاهم برضو 3-4 الفضلين يعني يا طبعا يا جماعة هي كورة القدم ايه جمهور قدم للجمهور الكورة يعني الكورة للجمهور لو انت خلص ومتعتها وإصارتها فين وروح المدرجات فين اللي في الملعب ده لو ما حسس بصد الجمهور مش هيلعب ويجري دي متعيطة طول عمرنا كده لكن انت المشهد انا عاوز اقول لك بأمانة شديدة حتى لو قلتلي كل المبررات لا انا ما شفتش ورقة عمل حتى لو فيها واحد اتنين ثلاثة حتى لو كان الكلام يعني فيه تصور انا عاوز اعمل واحد انا بضور واحد طب قول لي على مصابقات الناشئين اخبارها ايه مصابقات القطاعات انت ايه من الحاجات اللي انت حطيتها عشان بعد هذه الاخفاقات اللي انت شفتها وغيابك عن المشهد لا بتاخد كاسم افريقي على ارضك ولا بتروح مش عارف مين ولا مش عارف ايه اخدت قرارات دلوقتي وعملت عينت دلوقتي مديرين فنيات منارهم التوفيق كابتن والي رياض 2005 والكابتن والنجم الكبير كابتن احمد الكاس طبعا 2008 ماشي التحطيد شيء كويس بتدي كوادر بتصنع كويس لسه كمان عندك اعتقد منتخب 2007 لسه برضو الوضع مش وضع فيه شيء مهم جدا انك انت طلع كوادر بتدور بتعمل حاوسك برضو اهتم بقى يعني اهتم ايه هات ناس تضي دورات وتعلم غير ان الناس بتاخد ايه ايه وبي وصي ودي لكن هات بقى ناس تشتغل يعني طلع ايه اعمل كوادرك المرحلة الجاية محتاجة شغل محتاجة ايه كمان محتاجة انك انت برضو عندنا مشكلة في اختيارات الناشئين بأمانة وبقولها لك اهو عندنا مشكلة في المدرب اللي بيختار عندنا مشكلة في العين اصبحوا الليلين جدا اللي بيعرفوا يطلعوا حتة الدهب كده ها ولمعوها وقدموها لأمانة وليلين جدا دي حتة بتاخد وقت صعب عشان تلمع حاو تحطها في النار ومش عارف مين وتلمع ويكتعاد وروح ويه وضوط الحفظ يعني عاوز وليلين كانوا زمان كتار دلوقتي ما فيش انت بتقعد الاندية الكبيرة بتدور على مين اللي يقدر يلقط لي واحد او يلقط لي اتنين في مكان او مكانش مسألة القعدة دائت فيه واقع برضو يا سيد محمود اخيرة يا كابتن اسلام فيه واقع اخيرة يمكن على مستوى الاتحاد الافريقي بعد ما ربطت الاندية في جنوب افريقيا اعترضت على مشاركة سان داونز ربطت الاندية عشان جدول الدوري دولي ما يبوسش ما يبوس فتخيل هم طلبوا انه ما يشتركش سان داونز فبدأت فيه فكرة دلوقتي فرقتين ان لا اه دي فكرتين فريقين لكن دي هتبقى طبعا صعبة جدا اي فريق طبعا صعبة وفيه حاجة ما كده اه طبعا ما فيش كده يعني حتى لو اخسن هنا وهنا حتى لو انت عندك 30 لعب او 40 لعب برضو صعبة استاذ جمال ده عملوا بيان النهاردة اعملوا بيان النهاردة بيعني انه مسان داونز في الدوري الافريقي لا وفيه حاجة تانية الاتحاد الاتحاد لا وفيه حاجة تانية برضو النهاردة فيه كلام عن انه هيبقى فيه ربطة الاندية الافريقية الاتحاد الافريقية عايز يعملها لازالة التضارب في المواعيد بين الدوري الافريقي والمسابقات الافريقية مع المسابقات المحلية يعني دي لسه كلام فيها النهاردة واحتمال يعملوا كماء يوم الخميس عاوز وجهة نظري عارف متسيبي أنا من وجهة نظري كل اللي انت جيبته للبطل 4 مليون دولار وجيبت للوصيف كام 3 واتدي لللي شاركوا مليون لما تديها الكلام ده في دور البطلة الدولي ما تطور كلام واتدي عام دول يديرو لك الدول هو بيكتر عدد المباريات ما تقدر تكتر حدد الرعاو وتعمل تطور البطولة لما تحب فكرة دي حابة تتعمل في أوروبا انديت أوروبا الكبرة كلها عدد ما يرضي الجرب عن دينا انت ديع مرهق ليك مرهق ليك ومجد جدا وتبقى خسائر منتخباتك كتير أنا تخيلت ان التلات شهور اللي جايين دول ما فيش كرة في الدنيا غير في أفريقيا بس عندك دوري أبطال إفريقي ودوري السوبر الإفريقي ودوري وكاس العالم للأنديا وبعدها على طول أمم أفريقيا وفي وسطهم دوري وكاس قديم وكاس جديد ما عشان الجدول زحمة فالهدف من الرابطة اللي هما بيفكروا فيها اللي هي تنظيم المسابقة تنظيم الدنيا شوية لأن الدنيا غايصة فلابد بقى انه يبقى فيه التدخل ده يعني لازم يبقى فيه حل لفض اشتباك حتى مثلا فريق زي النادي الأهلي بيشارك في كل البطولات مش حيلعب في الدوري اللي في آخر السنة ده فاهم قصدي لأنه عنده زحمة زحمة ماتشاط يعني كان الله في عون المسؤولين عن الكرة في النادي الأهلي أنه أنت عندك كل هذه البطولات لازم بتشارك فيها لا ومش بتشارك بس أنت مطالب بالفوز صح فده حمل وضغط طبعا على الكرة النهاردة أو من شوية أو من ساعة أو من ساعتين الاتحاد الكرة في جنوب أفريقيا والربطة أصدروا بيان بيردوا على كل الكلام والاشعاعات اللي بتتنطور وأنه تأجيل المسابقة أو هيفس المسابقة كل ما طالح كله كلام أيوه مش معنون قالك لا احنا بنساند ساندوز وبنساند فكرة الدوري الأفريقي وفكرة نجحة ولازم بنسانده ما عندي وفيش مانع ومفيش لغباطة ونعرف نرتب يعني عاوز أقول لك هناك الاستياد في المال عكرة ومحاولة طالما أنت خارج المنافسة فريقك مش موجود فأضطر أن أنا أدور لك علي حاجة وأعمل أضغط ومتأجيل يعني عاوز أقول لك احنا ورجعنا بالتاريخ مش البعيد التاريخ القريب وشوفنا من عالفره 15 ها ونشوف كتير جدا يعني اتحاد الكرة وربطة الأندية واخدين قرار أنه أي فريق مصري وصل للمراحل المتقدمة هيبقى من حق أن أنا أجيل له متشاط يعني مش عاوز أولك إيه مش بديه لك منحة لأنا بساعدك لأنه مهم جدا من نجاح أنك أنت تاخد دورة بطلة أفريقية أنت مش عاوز بيت أنت مش رايح أنا بكنيبك أي بتلعب فيه بطولات هنا بقى في التحاضي الكرة كان مفروض يعمل إيه الحساب في المشهد ده بدل ما تقفل القيمة دي القيمة يا بنا تقولي تلاتين الدين يا عم تحت هستخدم بس على الجانب الآخر أنا كان معي كابت خارج جدال لأك أنا محبش بقى عندي 30 لعيب ولا 35 لعيب في المرأة في التمريض عشان الزحمة عشان الزحمة قولك أنا عايز 23 24 لعيب ماشي كاي بس أتعود الإصابات والكلام ده بينا لا أنت تفتكر موقف حصل فيه سنة معينة النادي الأهل اضطر يشترك في دوري أبطال في بطولة الأندية أبطال الدوري وبطولة تانية خرج من الاثنين لأنه مهما كان التنظيم أنت ما تقدرش يعني هتلعب بفرقتين لا يمكن هو عمل السابقة دي عملها في سابقة 98 لعب فريق المحمود هخسرنا قدام البن الأسيوبي بتاع البن بتاع الاثنين اتنين وبطولة النخبة تونس كانت صعب وصعب جدا أنت تطلب من مدير فني أنه يدرب فرقتين طبعا صعب جدا وانت كده بتدرب فريقين فطبعا عملية غير غير ممكنة يعني عشان كده بنقول أنه اتحاد الكورة لازم مثلا أنا متخيل أن التفكير في عمل ربطة الأندية الأفريقية دي نتيجة لأزمة سان داونز اللي هي الخاصة بالبطولة يبقى إذن الاتحادات المحلية اللي هي زي الاتحاد المصري لازم يبقى له دور برضو لازم يساند النادي الأهلي نادي بيرامدز نادي الزمالك نادي فيوتشر الأندية اللي بتمثله ما يسيبهش كده في الهواء لازم يبقى له دور برضو أنت دورك كالتحاد كورة محلي أنك تساند الأندية بتاعتك مهمتك تسهيل مهمتك تسهيل أداء الأندية أنت ببتعملش وضع كل الكلام ما فيش أنت سايب كل واحد وشطرته أو كل واحد على حد أنا بقولي حضرتك إذا لم تقطع الألسنة وتضرب بيد من حديد لحماية المصابعة بتاعتك وحماية الحكام ومشهد وحماية ملعبك المستطيل الأخضاء وفيش خروج عن النص والمشاهد اللي احنا بنشوف هدي خلاص يا جماعة يعني المفروض يبقى فيه قرارات دي حاجة اختيار الناس اللي بتكتب تقارير المباريات ما يبقاش بالمجاملة دي الناس لازم تتدرب وتبقى عنديها ناس لها دور كبير جدا في اختبت التقارير لا والمراقبين من أخطر الأدوار يا كابتن إسلام في المباريات الدولي المراقبين صحيح اللي بيغضوا الطرف عن كوارث وحاجات والتقريب وتغير مرة وثنين عشاء خطر وحبيبه والنبي ده مش عارف منه غلط واي كي بص على رأسك مش هتنسلح الحال اه انا بقولها لكم اذا بقي الحال على انه مسألة المراقبين في مراقب معروف في مراقب مفروض ما حدش على رأي كابتن محمود عصمان كابتن محمود عصمان الله أرحمه كنا نقعد ندردش كده ونقطع في الدنيا كلها وبعين في الاخر يقول بس هم طيبين ايوه هم طيبين دي اهم حاجة زي ما انت قلتلي في الاول لما سألتك ما انا بقولها قلتها من وحي كابتن محمود عصمان يقول لك مش عارف كذا وبيعرفوش نعملو كذا لا لحاول اه بس ايه هم ناس طيبين زلمت الطيبين ولا بك يعني زلمت الطيبين لا هم كل الناس طيبين احنا بنفترض حسن النواية طيب عشان نلحق ناخد شوية برضو عن مباراة الاهلي خلا نطلع نشوف تقرير عن رأي جماهي النادي الاهلي في مباراتهم غدا امام نادي امبي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية رأي حضراتكم في هذه المباراة طبعا هي احنا مش هنختلف برضو عن رأي الجمهور بس هي مباراة مية في المية مباراة صعبة زي كل الماتشات وخصوصا انها مباراة كأس فمبارايات الكؤوس بتبقى احلام الفرق المنافسة للاهلي عموما بتبقى اكبر في انه هو مش محتاج يفكر في موسم طوير هو بيحاول انه هو اقل وقت ممكن يقدر يعني ممكن يخطف فبالتالي بتبقى محتاجة حذر من لعيبة النادي الاهلي بلا شك يعني طبعا الاهلي على الورق هو المرشح الاول للفوز باذن الله بهذه المباراة ونتيجه حتى في الماتشات اللي فاتت افريقيا ومحليا برضو مرضية جدا جدا وبأهداف كتير فمبدئيا النادي الاهلي هو المرشح للفوز ولكن مع مراعاة الحذر الشديد من كون هذه المباراة مباراة كاس وايضا الحذر من فريق امبي فده لابد أن يكون موجود أستاذ محمود طبعا مباراة صعبة كابتن وامبي من الفرقة اللي بتاع رفتالي عبدالي من الاهلي كويس جدا حتى لو كان الاهلي التفوق عليها في المباراة بفترة الفترة لعشر اتنشر مباراة لواجههم لكن فريق مميز مليء بالشباب مكافح بيكتاهد مدربه مدربين يعني هما مش نجوم في الكورة لكن كابتن تامر يعني بيعمل شغل فهي حاول لأنه طبعا يعمل حاجة مع بطل أفريقيا لا شك هنا انت حساباتك لازم تكون مختلف انك انت تقضي على الطموح دي وعلى التوهج اللي هيعمل ومعكين ببداية المباراة يعني هازم تخطف المباراة بدل وتخلص عشان ما تعودش بقى تضيع زي ما حصل في السوبر وقعت تضيع في الفرص وبعد كده جات لك واحدة والمباراة بتقفل انت كمان ببعدك مشكلة لما الفرق بتلعبك وتسجل فيك هدف وتقفل عليك بتعاني الأمرين علشان تتعادل ويعني المسألة ما عادلش طبعا مش عاوز أقول المستويات متقربة لكن دائما في برات الكاس لما بتقفل الفرق بيبقى محتاج بقى الموهبة محتاج الشغل الفني بمان المدرب التاكتيك المركبات الهجومية من الخارج فأعتقد انه مباراة أتمنى انها تنتهي في الوقت الأصلي ما نروحش فيه لإكساطايم أو ضربات الجزاء نتمنى نشوف مباراة مميزة نتمنى الأهل يقدم عرض مميز وإنبي والفري الأفضل إن شاء الله التشكيل من وجهة نظرك بسرعة 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 التشكيل يعني نقدر نقول انه ثابت تقريبا وأعتقد ان مستر كولر هيلعب بالتشكيل الأساسي جدا وتغييراته دائما بتبقى في أضيق الحدود بدليل ان آخر مباراة كان التغيير الكبير الأساسي غياب علي معلول فرصة انه ريح لكن مش هيتخلى كولر عن الشكل المعتاد له اللي هو يوصلوا للمرمى اللي هم مين بقى في الناحية الأمامية بسط الملعب انت عندك ما شاء الله كتير دلوقت لا أمام انت عندك كتير اللي هو التشكيل اللي انت منه شايفه بكرة هيلعب يعني أقول لك مثلا شناوي هاني معلول منعم رامي تمام أو ياسر وعلي معلول قلنا وعلي خلاص أليو ديانج وجامبه جامبه مروان ولا أمام عشور لا مروان ممكن وإمام عشور وإمام عشور حلو ويبقى الثلاسي بقى الهجومي هيبقى عندك في حسين الشحات في بيرسيتاو في بيرسيتاو في كهربا في كهربا شاز محمود نفس التشكيل تقريبا نعم يعني ما عرفش الموقف ريدا سليم إيه ريدا سليم جاهز وبرضو عندنا احنا منتظرين مودست احنا منتظرين مودست وأنا شايف إنه مودست ممكن يبقى فاجأة المبرى أو شايف مودست هو ممكن يخلص المبرى أنا يعني أتمنى ممكن تكون دي بداية بيد بداية لي ممكن ما يبدأش بي وممكن يدفع بي في الشهر التالي وده هيبقى حسب برؤية فنية لكن أنا عايز أقول إنه طبعا كل الفترة الفاتت دي كان شغل بدني عليه وتركيز جامد جدا لأنه موسم طويل وانت محتاجه بصورة مميزة وأعتقد هو نفسه منتظر الفرصة اللي يجي يسجل فيها عشان يدفع برضو بيها عن نفسه وعن اختيار الأهل والمودل الفني فأعتقد أنه مباراة بكرة تبقى مبرى مسيرة سريعة وقوية من فلاتين أتمنى الأهل يكون حاضر بقوة إن شاء الله ويقدم مباراة مميزة يمتع بها فريق إن شاء الله وتأهل للمبرى النهائية إن شاء الله ويحز اللقب يا رب إن شاء الله أنا بشكرك جدا يا أستاذ جمال شكرا جزيلا أنا بشكرك جدا يا أستاذ محمود شكرا جزيلا ما تنسوش بكرة المباراة كان من المفترض أن تكون في تمام الساعة السابعة ولكن أصبحت في تمام الساعة التاسعة إذن هيكون هناك كالعادة للستوديو التحليلي لقناة النادي الأهلية على الهواء مباشرة مع حضراتكم مع النجم الكبير كابتن أيمن شوقي اللي هيكون متواجد قبل المباراة بساعتين على الهواء مباشرة مع حضراتكم لنقل كل الكواليس اللي بتحدث قبل بداية المباراة وإن شاء الله ما بعد المباراة إن شاء الله يكون فوز للنادي الأهلي كل التوفير للنادي الأهلي في مباراة بكرة إذن كانت هذه حلقة اليوم إن شاء الله نتقي مع حضراتكم في الإسبوع القادم وحلقات جديدة من البيت الكبير اشتركوا في القناة